أثر من مئة ألف نسمة تفتقد الخدمات الصحية في قضاء الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين امتعاض شعبي كبير نتج عن ذلك الواقع في الشارع الدجيلي جراء عن عدم أبسط الخدمات الصحية لا سيما في ظل الوضع الصحي العام الذي يمر به الأرعق الواقع الصحي متردي جدا يوجد فيها مركز صحي فقط غضاء كانت الآن يبلغ نفوسه حوالي 140 ألف نسمة وله عدة نواحي تابع له إلا أنه لا يوجد مستشفى في قضاء الدجيل عندما تكون حادثة مريض لا سامح الله أي حادثة أخرى يتم نقل المريض إلى قضاء بلد أو عدم إكمال المستشفى التركي ذو السعة 100 سرير أبرز أسباب المعاناة في هذا الجانب والذي بات حلما لدى أبناء قضاء الدجيل رغم إكماله نسبة إنجاز وصلت لأكثر من 40% منذ عام 2014 ليتوقف المشروع والسبب عدم وجود التخصيص المالي من قبل وزارة الصحة هذا المشروع متوقف منذ عام 2014 بسبب الأزمة المالية والسقوط محافظة صلاح الدين بيد تنويب داعش العرابي طبعا عبر قناتكم العراقين نواشد الحكومة المركزية في الإسراع بإكمال المستشفى سعة 100 سرير أو ما يعرف المستشفى التركي لأنه ترك المشروع في هذه الصورة يؤدي إلى اندثار المشروع بالصورة كاملة خدمات طبية تكاد أن تكون معدومة في قضاء الدجيل مع أثار امتعاضا واضحا وسط الشارع الدجيلي ومطالبات بإكمال العمل المتوقف في هذا المستشفى أنمار الشمر العراقي الإخبارية صلاح الدين